فيه إنسان عنيد ضد الله وفيه إنسان مهمل ربنا مش في حياته وفيه إنسان مع ربنا وماشي جد ومفيش خطايا ضخمة ويعني لما بيقع بيقوم بسرعة وفيه إنسان ضعيف ماشي مع ربنا لكن ضعيف بيغلط كتير لكن بيرجع ولا يفقد أمله فهي الفكرة أنت ماشي معاه ولا ضده ماشي معاه ولا مهمله فأرجو إن إحنا ما نخفش ولكن عارف سر اللعبة يعني إن إنت تمشي مع المسيح يخلصك سؤال هل الشيطان له قوة غير محدودة لأنه يسيطر على عالم كله طبعا الشيطان مخلوق مش خالق وله قوة بس غير محدودة دين من تنفعش غير مع ربنا لكن قوة أكتر مننا من زينا يعني إحنا غلابة عشان كده إحنا بنستند على الله فنغلب لكن إلا هيواجه الشيطان بمفرده الشيطان هيكله فهو الشيطان له مملكة وشيطين كثيرين ومملكته منظمة جدا زي ما المسيح قال وبيقدر يسيطر على الناس من خلال الخداع بتاعه وسليبه الشيطاني لكن في الآخر وفي الأول الشيطان له قوة محدودة شكرا للمشاهدة woman أنت